وحظيت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني لأقليم كردستان باهتمام من قبل النخب السياسية في الأقليمة مؤكدين أنها ستسهم في تهدئة الأوضاع السياسية وحل حالة المشكلات بين بغداد وأربيل الزميل عباس محمد تابع الموضوع وعد هذا التقرير ما أن وصل السوداني إلى أقليم كردستان العراق بزيارة رسمية للقاء قادة الأحزاب الكردية ومناقشة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل على الصعيد المالي والسياسي إلا وتوالت ردود الأفعال المؤيدة لأهمية هذه الزيارة وانعكاساتها على المشهد العراقي بصورة عامة خصوصا بعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي على إكمال إجراءات تحويل حلبشة لمحافظة عراقية جديدة إضافة إلى إقرار مجلس الوزراء قانون الموازنة الاتحادية وتخصيص حصة متفق عليها لإقليم كردستان زيارة رئيس الحكومة الحالية سيد محمد الشيعة السودان إلى إقليم كردستان للالتقاء بالمسؤولين في مدينة أربيل وكذلك في السليمان باعتقاد يكون عامل جيد لوضع النقاط على الحروف حول المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والمركز ونتمنى أن تكون للزيارة نتاج إيجائبية للتقارب بين حكومة الإقليم وحكومة المركز الأوساط السياسية الكردية أكدت بأن السودان يعمل على حل حالة الأوضاع بين بغداد وأربيل في إشارة بأن زيارته تعد خطوة لوضع حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين مبادرة جيدة من أستاذ السوداني زيارته الحكيمة لحكومة إقليم كردستان ولمحافظة سليماني وأربيل إن شاء الله ستكون إذابة كل المشاكل أو الصراعات الموجودة الآن بين القوى السياسية والكتل السياسية موجودة بالعراق وبين الحكومتين المشاكل الإدارية الموجودة بين الحكومتين إن شاء الله ستكون زيارة ممتازة وزيارة مثمرة بكثير من النجاحات والحل المشاكل زيارة سيد سوداني إلى كردستان جدا مهمة تحمل في طياتها أن هناك حرص عراقي حقيقي ووطني لتقارب أكثر بين الإقليم العراقي وهو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للوصول إلى حلول جذرية لجميع المشاكل التي ستنعكس على استقرار العراق برمته وأعتقد أن السيد سوداني يحظى بما فقط أغلبية الأطراف السياسية العراقية والكردية المتمثلة في إدارة الدولة وله منهاج وذاري وطني ينتظر جميع من العراقين والعرب والكرد تنفيذ جميع بنودها حيث ستنعكس إيجابا على الواقع المعيشي والسياسي والأخوة والتعايش في العراق وزيارته إلى كردستان ستساهم حقا في تقارب أكثر وحل جدين وجذري وتؤكد المعطيات بأن زيارة السوداني إلى الإقليم ستنهي الخلافات العالقة وتعلن عن اتفاق حاسم للخلافة بين بغداد وأربيل للمضي بمشروع واحد خلال الفترة المقبلة عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية